العرب بيحاولوا يركزوا شوية على برصتهم أو تخوفا من يكون في حاجة برصتهم أعتقد ده شيء مهم جدا أنا عايزة طمينك وطمين السادة المشاهدين الحمد لله لسه في حجم من السيولة وفي بعد كده على الساحة المشروعات الكبيرة اللي ممكن تنشط حتى لو قطعات مختلفة داخل السوق يمكن تفسح لنا لألوقات كان النهاردة فيه إعلان عن يعني إعلان المشير عبدالفتاح السيسي عن إنشاء أو مشروع الإنشاء بتعاون مع الإمارات مليون وحدة سكنية للشباب يعني تأثير هذا من الممكن أو مدى تأثيره على قطاع العقارات في الفترة المقبلة على السوق المصري ترمى الشيء بالشيء يذكر أسمح لي أن احنا نبعث شكر وتأدير للدولة الشقيقة دولة الأمرات وسموه الشيخ خليفة يعني حفظه الله هو ويعني وكميع العيلة الملكة وفعلا طبعا النهاردة فيه انطلاق كبيرة جدا مليون وحدة للشباب وده يعني إن شاء الله أولا هينشط الحالة الكبيرة جدا من سوق العقارات ثانيا هيكون فيه يعني حتى على الأقل خلال 4-5 سنوات حجم من الشغل والعمالة وتغيير المشروعات من قطاع لقطاع تعرف حضرتك إن دايما بتلاقي فيه تركيز على بعض من القطاعات كده أو الأنشطة داخل بعض البلدان فإحنا شايفين إن ابتدأ يقتنشط قطاع العقارات وطبعا المشروع القومي الكبير اللي يعني يشكر له بدايته المشير عبدالفتاح السيسي خلال مرحلة قادمة أعتقد ده هيكون ليه جاذبية كبيرة جدا أولا من حجم الأموال ثانيا من يعني توزيع عادل جدا فيه خلال الفترة القادمة للمشروعات اللي ممكن تدور حوالين بعض من القطاع النشاط الاقتصادي اللي تقدر تنشط القطاع الاقتصادي كله نعم إذا ما أردنا أن نفصل أداء كل مؤشر على حدة ونبدأ بالمؤشر الثلاثيني إيج إكس ثلاثين وأداءه النهاردة كيف ترصد أداء المؤشر الثلاثيني في جلسة التعاملات اليوم شوفي فندم إحنا المؤشر طلع لأحلى مستوى ليه تقريبا على منذ إنشاءه وصل 8200 نقطة مظبوط لما اكتازت 8000 نقطة لازم يكون فيه الناس عارفة إن المستثمرين ذات نفسهم بيتخوفوا نسبيا أنا يقولك الأرقام المغلقة دي ممكن بيحصل فيها عمليات جانية أرباح بتلاقي إن حجم السيولة اللي دخلت جوه السوق لازم تتوقف نسبيا عشان تقدر فيه مستثمرين جديد يخش بمطالة بساطة كده أنت تعلم جيدا إن السوق عندنا فيه جزء كبير جدا من المقامرين والمضاربين الناس بتقولك طالما المؤشر وصل لأعلى مستوى ليه لازم أخش شبيا وينتظر بعض الشيء أو بعض من الوقت علشان يقدر يجني سمار هذه الأرباح مرة أخر فطبعا بيستنى شوية بيبيع بيحول يخرج بيحول ينشط المحافظ مرة أخرى بأنه هو بيشتري بعض من الأسهم المختلفة عن بعضها فلما وصل المؤشر لـ 8200 نقطة إحنا كان عندنا زي ما قلت لحضرتك كان فيه تغيير للحكومة انتهى شهر فبراير وكانت الناس كسبانة مكاسب كبيرة جدا عندك البورصات العالمية كان فيها حالة من التباين وحالة من تزبزب البورصات العربية فعلشان كده لضعف كمان من حجم الصعود مرة أخرى أو اللي هو الإقبال مرة أخرى الأخبار اللي أنا بقول لحضرتك عليها خلاف بقى العملات الإرهابية الإجرامية اللي بتقوم بها عصابة الإخوان وما شبه لذلك أعتقد ده بيأثر على الوضع الأمني نسبيا داخل البلد طبعا ده بتشوف عمليات الاستثمار بتقل في بعض الشيء ولكن الحمد لله بيتخطى قرب الثمنتلاف أو بيدور المؤشر قرب الثمنتلاف ده شيء مطمئن جدا أنا مش عايز الناس تقدم إذا ما انتقلنا إلى المؤشر مؤشر الأسهم الصغير والمتوسط سبعين تقيم حضرتك أيضا لأداءه في تعاملات اليوم شوف المؤشر السبعين يعني ابتدى يستجيب لكثير من عمليات الاستثمار أولا في شركات عليها بعض من الأخبار ثانيا نتائج الأعمال اللي ابتدت تظهر والتوزعات اللي ممكن بتحقق خلال الفترة اللي احنا فيها ما تنساش ان احنا بتعلن نتائج أعمال 31-12 لعام 2013 ليه الربع الأخير وطبعا ده بإعلانه للنتائج طبعا دفع بقى كثير من الشركات في مؤشر السبعين لان احنا وصلنا تقريبا النهاردة ل652 نقطة كان أعلى مستوى وصله المؤشر السبعين أعتقد قرب السبعمائة نقطة وطبعا ده ما كانش وصلت له قبل كده برضو طبعا هتلاقي عملية جني الأرباح لان الأسهم زادتها فيها يعني قيد أسهم بتاعتها عدد التدول الحر يعني قليل جدا نرى ان القطاع الذي تصدر القطاعات النشطة في جلسة تعاملات اليوم هو قطاع المنتجات المنزلية والشخصية وهذه هي من المرات القليلة التي يتصدر في هذا القطاع قطاعات السوق النشطة ما هي الأسباب وراء تصدر هذا القطاع في جلسة تعاملات اليوم قطاعات السوق الأكثر نشاطا شوف عشان تبقى حضرتك عارف المهندس بريب محلي بقام بزيارة كبيرة جدا للمحلة والشركات القطاع الغزل والنسيج ووعد بحل كتير جدا من القطاع ده وطبعا بين المنتجات اللي كانت يعني يعني خلال الفترة اللي فاتت منيت بتأثير خلاف العملات يعني الإضرابات والمظاهرات والطلبات الفئوية اللي طبعا حضرتك تعلم بها جيدا أعتقد وعب بحلول جزريالية انتقل ده أثروا على سوق الأوراق البالية لأن انت بتلاقي النهاردة أجلبيت الشركات جزء منها في قطاع الغزل والنسيج جزء الآخر طبعا في منتجات أخرى علشان كده دفع السوق النهاردة للارتفاع في المؤشر السبعين وبالأخص الشركات اللي هي ذات يعني طابع خاص في قطاع الغزل والنسيج الأمر الطيب بالنسبالي أن السوق بيستجيب سريعا وأن الناس بتضخ أموال داخل الشركات دي وبتركز عليها وبتترك الشركات القيادية والقبرى فترة على الأقل لم غاية ما تكون في حالة من التراجع تجذب مرة أخرى المستثمرين القطاع الذي يعني كان يتصدر قطاعات السوق الأكثر نشاطا قطاع العقارات نراه في جلسة التعاملات اليوم وصل إلى أو حل في المركز الرابع يعني لماذا يتراجع قطاع العقارات في الفترة أو الأوين الأخير شوف يا رسال شهاب إحنا عندنا دايما التركيز على بعض من القطاعات الناس بتمتلئ منه كثيرا من الأسهم أو المضاربات أو أن هم حتى بيكونوا مستحوذين على بعض من الأسهم تعلم جيدا صعود الشركات أو القطاع العقاري يمكن أكتر من 4-5 شهور بتصدر أحجام التداول ده شيء مهم جدا بالنسبة لها يعني فيه كثير من المستثمرين وبالأخص السنديق والمؤسسات بتحتفظ بالأسهم دي بتقعد بها فترات طويلة جدا وبتحاولش إن هي تكون بتقامل عليها لين طبعا اشتريتها بأسعار متدنية جدا واحتفظت بها عدت بها عام 2013 وشايفة إن قدامها مستقبل جيد جدا على خلفية بعض من الأحداث زي ما حضرتك شايف النهاردة بناء مليون وحدة بكرة فيه مشروعات وفيه تخصيص أراضي لمشروعات أخرى فيه جدية في العامة يعني أنا شايف إن الرئيس الوزراء تدف فعلا يتحرك على أرض الوقت لحل المشاكل حتى بتاعت المستثمرين فهتلاقي إن القطاع العقاري خلال الفترة القادمة هيكون لي تميز أكتر وأنا أشهد له إن إن شاء الله هيكون لي صدارة مرة أخرى الطمن مش يعني هل لأزمة مصانع الأسمان والخلافة الذي كان يدور حول استخدامها للفاحم يعني هل أيضا هذا أثر على يعني بعض الشيء على هذا القطاع في السوق طبعا أثر وطبعا حضرتك تعالى مستدى المشاهدين إن قطاع الأسمنت أو شركات الأسمنت بالأخص الأجنبية رفعت الأسعار لأرب 800 جنيه وطبعا ده شيء كان يعني زاد تأثير كبير جدا على السوق العقاري وطبعا بيشهد خلال الفترة اللي فاتت انبارح والنهاردة إن فيه اجتماع كبير جدا مع المهندس إبراهيم محلب وبعض من المستثمرين في قطاع الأسمنت ليه كيفية السيطرة على الارتفاع لإن ده فعلا هيكون ليه تأثير على المجتمع المصري وعلى حركة البناء خلال الفترة اللي فاتت فالتغيير في المنظومة الانتاجية طبعا ده شيء طبعا هيكلف المصانع ولكن طبعا لازم يكونوا مدركين إن الدولة مش مستحملة مرة أخرى إن يعني يكون فيها ضغوط عليها من المستثمرين نعم أخيرا دكتور مصطفى بدرة خمير أسوق المال هل توقعات حضرتك لأداء تعاملات الغد في أسوق المصرية وهل ستستمر متباينة أم ستميل إلى الارتفاع أم ستستمر كما كانت في أغلبها الأسبوع الماضي تميل إلى النزول والانتفاض لا أنا ميال للإجابة التالت بتاع الحقيقة الإجابة التانية ده إحنا هنكون ميالين للارتفاع طبعا على كافة المؤشرات بالضبط إن أنت حتى كان ملاحظة النهاردة إن كانت كل المؤشرات في حالة ارتفاع ولكن عمليات جاني الأرباح حي الليمونية تبيع في المؤشر بالأخص الثلاثين هنشوف إن شاء الله إحنا هنكتازل 8000 نقطة بس طبعا الناس لسه مش عندها إدراك كبير جدا بإن المؤشر ممكن يطلع كده الناس الآن يعني لا أنا بطمنك إن السوق فعلا ممكن هستجيب إن شاء الله على خلفية الترشحات لانتخابات رياسة الجمهورية وإقرار القانون بقرة بكامل واجهه وإعلان انتخابات الرئاسة أعتقد يكون في دفعة كبيرة جدا للمستثمرين بحجم أموال مختلفة لو ليها في وقت سريع بسرعة التحويل من الاستثمرات من الدول الثلاثة اللي هما سحبوا صفراءهم من قطر أعتقد بيعيدوا دراستها مرة أخرى لدخول من السوق المصرية بمشروعات أكبر مما كانت الفترة يفت نعم الدكتور مصطفى بدرة خبير أسواق المال شكرا على تشريفك وقد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم البرنامج مؤشر النيل في الغد إن شاء الله حلقة جديدة فانتظرونا وإلى اللقاء